وعندنا كلام كتير جدا جدا ومحاور مختلفة وانا حدأ سؤالي من المتداول دلوقتي على السحر قال لك ايه بقى او اللي بتقال دلوقتي ريال مدريد ليس في افضل حالاته وبالتالي عندك غيابات اساسية لبعض اللعيبة خليني اقولوا ده يعني اخر الاخبار زي ما بتقال اقول لحضراتكم مين اللي غايد من القايمة في ريال مدريد عندك اولا حرس المالمة كورتوة ناس اقول ما سمعت الخبر ده قالت لك الله فرحوا كورتوة عندك بنزيمة ده خلاص مؤكد ميليتاو عندك ميليتاو عندك ميندي وعندك لوكوس فاسكرز وعفوا وعندك هازرد فاسماء قوية اسماء مهمة بس هل ده يديني تمقنينة ان انا داخل والحمد لله دلوقتي الكفة يعني ابتدت تبقى متوازنة ولا الموضوع ملوش علاقة لهم عندهم دول غيبين عندهم خمسة تانين يحلوا محلهم بالزبط لا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في النهاية انت بتقابل ريال مدريد دكة البودلة بتاعته والغيابات او اي لعيب هيكون متواجد في اي مبارا اكيد هيبقى هيفرق مع الفرق جدا جدا اه طبعا في اللعابة الاساسية او القوامة الاساسي ما بيختل من لعب او لا بيقصر شوية لكن انت في النهاية بتقابل واحد من افضل الفرق في العالم فبالتالي الغيابات دي اكيد بالنسبة لهم اكيد غيابات تعتبر مؤثرة لانشوليت المدير الفني ولكن في نفس الوقت برضو خلنا نقول ان اللعابة حتى لو اللعابة البودلة هيبقوا في مستوى فني عالي كبير جدا المباراة انا شايف ان فيه تفاقل كبير جدا الفترة اللي فاتت دي من في الساعة الاخيرة يمكن بعد المستوى الرائع اللي قدمه النادي الالف والمباراتين الاخيرتين اعجبني جدا النادي الالف في مبارات ساتل اللي نقدر يحسم المباراة وما وصلش للوقت الاضافي ده كان يعمل له ارهاق كبير جدا قبل مبارات ريال مدريد ده يعني اتبسطت جدا من الهدف افشف في الدقاءة الاخيرة وجودك اللي انت تلعب وقت اضافي وضرب الجزاء ده كان هيعرضك لارهاق وقسطا انت اكثر من اكثر الفرق اللي هتلعب في كاس العالم اللي اندية فبالتالي انت بتقابل فريق كبير جدا اه ريال مدريد ده متعسر بشكل كبير جدا قسطر اخر مباراة في الدوري الاسباني متراجع بشكل كبير جدا برشلونة فريق عنه بخمس بثمان نقاط ولكن انت بتقابل فرقة كبيرة جدا اعتقد كلر هيكون له عامل مهم جدا جدا نجهز اللعبة نفسيا يعني اكيد فيه لعبة كتير جدا ممكن تتخض من اسم الريال مدريد ودي اول مرة هيقابله فرقة كبيرة زي دي يعني خلينا نقول فبالتالي لاعبنا بعض ميونيخ ولعبنا ومدي قبل كده بالتأكيد بس المباراة هتبقى صعبة اعتقد التجهيز النفسي لهذه المباراة هتبقى مهم جدا جدا بالنسبة الكرة لان هو جهاز اللعبة نفسيا واعتقد ربع ساعة لو النادي الاهلي قدر فيها يتماسك وظهر بشكل كويس جدا اهم ربع ساعة اعتقد اللعبة من غير رهبة اللي انت بتضيع رهبة صحيح لازم في اول ربع ساعة ان فريق النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي تبقى متمسكة بشكل كبير جدا عشان تقدر تحقق ان شاء الله متفقلين بالنادي الاهلي اعتقد النادي الاهلي بيقدم صورة مشرفة للقرى المصرية والافريقية في هذه البطولة ادري يحقق فوز في اول مباراة ثلاثة وادري يفوز في المباراة الماضية واحد صفر اعتقد النادي الاهلي يظهر بشكل كويس حتى اللعبة البودلة بتاعت النادي الاهلي لما بيبقى فيه تغييرات او حاجة بيظهره يعني ما بتحسيش ان فيه لعيب بديل ولعيب اساسي دلوقتي والكلر في اول مباراة لعب بتشكيل وغير في التشكيل في المباراة التانية فده كل اللعبة ظهرت بشكل كويس جدا فده يدينا التفاقل ولكن حظر كل الحظر من فرق الى المدريد مش عاوزين نتفاقل بشكل كبير جدا عشان لاقدر الله ما يحصلش حاجة وفي النهاية نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يقدم مباراة ويعمل اللي عليه في هذه المباراة والتوفيب ايكون محال فوق